لأول مرة في التاريخ بدأ مجلس الدولة تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاء بحيث يحضرن ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثالث من أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة حدث استثنائي وفريد من نوعه لأول مرة في مصر 98 قاضية على منصة القضاء في أول تطبيق فعلي لجلوسهن وسط تشكيل القضاء كمفوضين للدولة ورؤساء للجلسات النهاردة أكيد يوم تاريخي بلا شك يعني أنه سيكتب في التاريخ أن يوم 5 مارس جلست القاضية المصرية على منصة القضاء في مجلس الدولة صحيح القاضيات المصريات صدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي ولكن خلال الفترة من أكتوبر الماضي حتى اليوم كانوا هم بعد توزيحهم على العمل كانوا في برنامج تدريبي مكسف للتعرف على أجواء وأليات وأدوات ومهارات العمل القضاء في مجلس الدولة ويتضمن عمل القاضيات حضورهن لتشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية ورئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها وتهيئتها للمرافعة والتي عن طريقها يتحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة أنا أكيد أنت أبني شعور بالفخر طبعاً الخطوة دي خطوة كبيرة جداً وكل فخر أن أنا كنت من ضمن القاضيات اللي عينت وحظيت بشرف أنها تعاية مؤخراً في مجلس الدولة وأكيد خطوة مهمة ومسؤولية كبيرة ولا يسعني في هذا المقام بتسوى أني أتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية على تمكين المرأة من الجلوس كقاضية في مجلس الدولة حالياً المرأة بيتم تمثيلها في جميع المجالات وكمان بدعم السيد الرئيس السيسي وتوصياته دايماً أن المرأة بيتكون مشاركة في جميع المجالات والمرأة أثبتت أنها جديرة بنيات تتولى جميع المناصب سواء مناصب قضائية أو غير قضائية في مصر زهورة على منصة القضاء النهاردة ده تشريف وتكليف طبعاً تكليف كبير جداً جداً لينا ومسؤولية كبيرة ربنا يعيننا أننا نكون أدها وأننا إن شاء الله يعني ربنا يستخدمنا في إحقاق الحق وأنه يعني إن شاء الله يكون الموضوع مكلل بالنجاح بإذن الله الجهود بتاعتنا وهو تشريف طبعاً كبير لينا من ربنا أولاً ثم من معالي السيد المستشار محمد بي حسام ومن سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً القاضيات كنا قد اكتزنا دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسات بالإضافة للإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي وقضايا أخرى متنوعة كريم بيبرس التلفزيون المصري